حفاوة بالغة حظي بها رئيس الوزراء الهندي في واشنطن الرئيس بايدن والبيت الأبيض ينظران إلى الهند على أنها عامل استراتيجي أساسي في سياستهما تجاه آسيا عموما ولمواجهة روسيا والصين خصوصا لهذه الأسباب وغيرها تغاضت الولايات المتحدة عن سجل مودي المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان أجريت مع رئيس الوزراء منقشات جيدة حول القيم الديمقراطية وأعتقد أن العلاقة بيننا ليست مثل العلاقة بالصين فهناك احترام كبير متبادل لأن كلانا بلد ديمقراطي ويبدو أن توقيع الهند اتفاقيات مع الولايات المتحدة لشراء مسيارات أمريكية وأخرى لتصنيع محركات نفاثة للطائرات المقاتلة لم يغير كثيرا في موقفها تجاه القضايا الدولية فالهند التي لم تشارك في مجموعة دعم أوكرانيا التي ترعاها واشنطن أكد رئيس وزرائها أن لا حل للصراع هناك إلا بالحوار والدبلوماسية منذ بدء الأحداث في أوكرانيا ركزت الهند على حل النزاعات بالحوار والدبلوماسية نحن على استعداد تام للمساهمة بأي طريقة ممكنة من أجل استعادة السلام وعلى رغم مساهمة هذه الاتفاقيات في زيادة حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والهند الذي وصل إلى 191 مليار دولار إلا أن واشنطن تدرك أن ذلك لا يلبي طموحاتها تجاه بلد تعتمد ترسانته العسكرية على روسيا بنسبة 85% وهو عضو في مجموعة بريكس ومنظمة شانغهاي لذا تعمل لتقديم عروض لتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع الهند تسعى إدارة بايدن جاهدة لاستمالة الهند لمواجهة روسيا والصين لكن السؤال الأهم يتم محوره حول مدى نجاح تلك المحاولات في استقطاب مودي الذي يعارض سياسة التصعيد تجاه هذين البلدين محمد كريم واشنطن الميادين